اشتركوا في القناة الانترنت مازالت بطيئة وحيانا يقولوا مقطوعة في الجزائر سنرى الان من خلال هذا الفيديو لكن اول شيء وهني الشعب الجزائري كل الشعب الجزائري هذا اليوم العظيم هذا اليوم المشهود هذا اليوم اللي خرج فيه وكسر فيه حاجز الخوف واستعاد وعيه واستعاد ثقة في نفسه بعد ان ظلت العصابة الحاكمة المجرمة تقول له اكثر من حوالي 30 سنة وهي تقول له انك شعب متسوار شعب رخيش شعب كذا شعب فيك شعب فيك فهذا يوم مشهود يوم عظيم والحقيقة انا شهر فبراير كان دايما من الاشهر العظيمة في تاريخ الجزائر يعني اذا واحد كسر حاجز الخوف اثنين استعاد الثقة بالنفس ثلاثة عودة الوعي للشعب الجزائري الوعي الجماعي نستطيع نعم نستطيع اربعة السلمية الرائعة والتنظيم اجمالا الجيد الذي كان بالرغم من ان لم يكن هناك جهة مركزية موحدة منظمة نعم كانت هناك جماعات مجموعات هنا هناك اخوانا الشباب الصغار في اماكن متعددة حاولوا قدر الامكان لكن اجمالا ان الخروج كان خروج عفووي وكان نابع من رغبة في قول خلاص كفانا اجراما كفانا عبثا كفانا اهانات متواصلة فكانت السلمية وهذا يثبت للعالم انه اذا حدث اي شغب فيما هو قادم فانه ليس الشعب الجزائري انما هي العناصر المتسوسة والبلطجية التابعة لعصابات الحكم اليوم اثبتنا للعالم اجمع والعصابة بما فيها ومن فيها ومن يديرها ان شعب الجزائري الله شعب مسالم شعب منظم رفع الشعارات مهما كانت نوع الشعارات مهما كانت تحرك كيفما كان ظل مسالما حتى الذين احتجوا على ائمة سي سي بي ظلوا في حدود معينة من الادب اذا هذا مهم جدا هذا مهم جدا كان هناك ايضا نقطة يجب ان نؤكدها وهي دور اخواننا في الشرطة وفي الدرك كان لهم ايضا دور ايجابي كانوا كثيرين منهم متعاطفين مع الشعب كثيرين منهم كانوا مؤدبين في تعاملهم ما خرش منهم تجاوزات ما خرش منهم فكان هذا ايضا امرا رائعا حيا الله اخواننا في الدرك وفي الشرطة وفي كل مكان من الناس اللي بالفعل بيّنوا على انهم اولاد شعب وانهم يقفون مع الشعب في نهاية المطاف يقفون مع الشعب حتى ولو لم يتظاهروا معه اوفى قلوبهم معه امر اخر مهم جدا هو ان هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات بيّنت لداعمي العصابة في الخارج خاصة جماعة باريس وجماعة ترامب في واشنطن وجهات اخرى بما فيهم الروس وبما فيهم الصينيين وبما فيهم بيّنت لهم ان الشعب لا يريد هذه العصابة ان الشعب الجزائري صبر صبر ايوب لكنه لا يريد هذه العصابة فلعل هذه العواصم الكبرى تعيد او تراجع بعض حساباتها وعدم نتكلم عليها لانها لو ما تراجعش هذه الحسابات كيف ستكون المواقف يعني شيء الاخر المهم جدا هو ان رغم الضغوطات رغم قنوات الفساد واعلام الفساد اللي قاعد يبعث في سمومه قبل 22 فبراير فان الشعب لم يستمع لهم واثبت للشعب اليوم مرة اخرى ان تلك القنوات اللي كانت تضل تجري من شارع لشارع باش تسأل الناس اسئلة تافهة وباش تقدم الناس وتكذب على الناس وباش انها كل هذه القنوات في نهاية المطاف هي ابواق للعصابة مع اختلافات هنا وهناك هناك اللي هو بوق في المطلق وهناك اللي هو بوق ولكن تحت التحت شيء ما اساسي ومهم ايضا هو ان اخواننا في المساجد المصلين وقفوا في كثير من المساجد لأئمة السي سي بي وقالوا لهم كفى كفى كذبا كفى خداعا لا تردد علي ما املي عليك بالامس كنا نشرنا بالامس الخطبة كيف ستقال وبالفعل في كثير من المساجد قيلت هذه الخطبة كأن هناك ائمة حرار لم يقولوها ولم يفعلوها كأن هناك اللي مسكوا العصابة الوسط لكن كأن هناك اللي كانوا اغبياء وذهبوا يكررون يكررون ما قيل لهم انه غزارت الشوء الطينية التابعة للعصابة فوقفوا اخواننا في ورقلا في باتنا في بجايا وماكن اخرى كثيرة حاولت قدر الامكان ان نتابع كل ما يجري في الجزائر ولم يرجف لي جفن ولا يعني من الصباح وانا اتابع كل شيء وحاولنا اتابع كل شيء وتصل للتلفونات والاتصالات فانا عارف ان فيها ما كان كثيرة ما غطيناهاش لكن حاولت انا قدر المستطاع نغطي ما استطيع في الصفحة يعني اذا كان هذا موقف ايضا رائح رائح في مواجهة ائمة سي سي بي ولكن ايضا في مواجهة ما هم اخطر من ائمة سي سي بي المداخلاء المداخلاء وهم ذباب سعودي في الاصل انا اتحدث على ائمتهم ائمتهم في الغالب مرتبطين بالمخابرات ومرتبطين بفكر مشوه تماما للاسلام يشوه الاسلام الى درجة انه يحب يظهر الاسلام ان هذا الاسلام جاء ليظلم الناس وليس ليحرر الناس ان هذا الاسلام جاء ليخضاع الرقاب انت اتباعه لبشر اخرين وليس ان لا تخضع رقبة المسلم الا لله سبحانه وتعالى وان لا يركع الا لله سبحانه وتعالى المداخلاء وبعض الصوفية اقول بعض الصوفية لان الصوفية ليست سواء دورهم بائس وشائن في محاولة تخويف الناس بالاسلام بس بالاسلام بالنص المقدس يريدون ان يخضعوا البشر للبشر ولم يأتي الاسلام الا كسرخة ضد كل الطغات ضد كل الطغيان التوحيد هو سرخة لكي لا يكون هناك شيء اخر مع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى تركك حرا تركك حرا قل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تركك حرا ولكن اثبت لك بانه لا ايمان الا بعد الكفر بالطغيان كل الطغيان لكن الدين المشوه الذي زرعته مخابرة السعود ونقلته عنها مخابرة الجزائر ووزعته على بعض اللحاء القذرة كانوا يريدون ان يطفئوا نور هذه الحركة وهذا المواقف وهذا فكانت ضربة قاصمة لهم ضربة عنيفة لهم لعل البسطاء منهم والمغرر منهم والذين لا يفهمون الدين حقا ان يعودوا ويسترجعوا الاسلام هو سرخة ضد كل ظالم الاسلام هو سرخة ضد كل قاهر ضد كل فاسد ضد كل مفسد الاسلام جاء لتحرير الشعوب جاء لتحرير النفوس جاء لتحرير العقول من كل الوثنيات من كل الاصنام واصنام البشر اشدوا بؤسا واشدوا بشاعة من اصنام الحجر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار هذه سرخة قالها عمر بن الخطاب قبل 14 قرن وهو كان يومها يجلد ابن امير مسلم ظلم ابن مواطن مسيحي انسان مسيحي في مصر ابن الامير المسلم ظلمه فعمر نادى الامير ونادى ابنه وجلده وجلده قالوا ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم احرار عمر النخطاب يدافع عن الابن المسيحي ضد الامير انتاعه يعني ضد الوالي انتاعه واي والي كان انسان كبير وصحبي كبير اذا كان اليوم الموقف من اروع ما يكون واثبت شعب الجزائري وسيدخل التاريخ 22 فبراي ان الشعب الجزائري في هذا اليوم كسر الاغلال كسر الحواجز كسر الخوف كسر المكر اللي تبثوا قنوات العار قنوات الصرف الصحي وهذه ايضا نقطة مهمة جدا شفتوا قنوات الصرف الصحي الان شفتوا لما نقول انهم لا احد فيهم لا احد يدافع على مصرح الشعب الجزائري ابدا كل القناة مسموح لها بالعمل في الجزائر داخل الجزائر كل مراسل مسموح له من داخل الجزائر فهو عامل للعصابة اعتبروا هذا هو الهدف ودائما واجهوا هذه القنوات لما يجوكم واجههم ما تكلموش معاهم في المستقبل واللي يعد رفد البيض الفاسد أو الطماطم الفاسد يرجمهم به وقولوا للصحفيين البساطة والشباب غادروا هذه القنوات وانا نوجه من هنا ندائي مرة اخرى لكل الصحفيين داخل هذه القنوات غادروا هذه القنوات قبل فوات الاول يأتي يوما لن يأخذ منكم الشعب الجزائري شيء سيعتبركم انكم كنتم حركة مع الحركة انكم كنتم عبيد لأسيادكم اصحاب القنوات اللي هم عبيد عند العصابة اللي هي عبيد عند القوى الكبرى اذا اخواني الصحفيين في هذه القنوات وفي الجرائد خاصة معربة منها غادروا هذا لان اصحاب الدكاكين اصحاب القنوات هذون رهما ربطوهم عندهم عليهم ملفات عندهم عليهم فضايح عندهم عليهم اشياء مرعبة لن يستطيعون يتحركوا إلا ان يكونوا كذبين وابدا الكذب قبل اشياء اللي قالوها قال لك قال لك اراه المظاهرات في الجزائر تطالب باصلاحات من سيد الرئيس سيد الرئيس تطالب باصلاحات الرئيس رهو في عالم آخر مسكين لا يعرف اين يوجد يعبث بيه خو خاوتو والقايد الصالح والجنين راتلي معاهم تغطية باش يكملوا الفساد ويكملوا النهب ويكملوا الفجور ويكملوا الفسق ويكملوا تخريب العقول وتخريب البلاد وش من رئيس وش من رئيس وعموما بالمناسبة كل التغطية الإعلامية حتى العالمية ضعيفة وضعيفة جدا إذا استثنينا قناة المغاربية التي هي برغم كل الصعوبات اللي عندها وبرغم كل المشاكل اللي عندها تحاول أن تنقل قدر ما تستطيع نفس الشعب الجزائري فإنه شوية قناة الشرق فإنها فيش قنوات أخرى ممكن هافينغتون بوست كجريدة موقع نقلت شوية أيضا لكن ممكن موقع 21 أيضا عربي 21 قل شوية أيضا لكن عموما القنوات الإعلامية العالمية والمواقع الكوبرى صمت مطبق وكأن ما يجري في الجزائر يجري في زحل في المريخ وليس في الأرض في قلب العالم إخواني صحفيين سواء كنتم داخل هذه مسارف الصحية هذه هذه قنوات العارب الخاصة أو العامة انسحبوا لا تكونوا أبواق لهم انسحبوا لو تنسحبوا أنتم يسر لهم تفكك يسر لهم تفكك داخل قنواتهم الإخبارية وإخبارهم نسحبوا رزق على الله وفي السماء يرزقكم وما توعدون إذن ما تكونوش عبيد عند هذا العبيد المهم إخواني وبالمناسبة منش عارف مرات رأيكين بعض الذباب الإلكتروني يجي يقول هذا ماء بالعسل لأنه رأى عندي جفاف الحلق من شدة التعب والإرهاق هذا أنا لم أشرب خمرا يوما برغم أني كنت دبلوماسي وكان يوضع أنواع الخمر كل أنواع الخمر أمامي وباطل بدون فلوس لم أشربها ولن أشربها أبدا عمري الآن خمسة وخمسين سنة والله ما دخل الخمر يوما فمي أولا لأنه حرام وأنا مسلم ألتزم بالحلال والحرام وثانيا أنا حتى لو لم يكن الخمر حرام ما شربته لأنه يفقد الإنسان العقل وأنا عقلي يشتغل طول الوقت ولا أريده أن يفقد دقيقة واحدة من أن يشتغل في الخير إذن إخواني باش نرجعوا للمفيد نعتبر ما حدث اليوم هو مثل التورنوا تعرفوا أن التورنوا فيها 26 يوم أو 28 يوم أنا الآن مش تابع الفوتبول منذ حوال 30 سنة لكن زماننا صغير لما كنت تابع الفوتبول نعرف أن التورنوا فيها 26 أو 28 يوم يعني 28 جولة تقريبا هذه جولة ربحها الشعب الجزائري وأقول الشعب الجزائري كل ما قمنا به كل الحرار اللي يتحركوا بالمناسبة حركة رشاد لعب الدور ودور كبير وإن شاء الله يجي يوم اللي يعرفوه الناس في التوعية وفي التحرك وفي محاولة الحديث مع الناس إلى آخره لكن نحن هدفنا وفي رشاد أننا نتكلم عن نفسنا إلا استثناء يعني إذن قلت اليوم الشعب الجزائري ربح جولة في المعركة لكن يا إخوان رحي معارك طويلة رحي معارك طويلة ورحي هذه العصابات رحي تعلمت الخبث والمكر والخداع والاختراق والتلاعب بالعقول دايما ثبته دايما لما تسموا أشياء ثبته خلينا نقول لكم وش رح كاين في الساحة اليوم اليوم نقدر نقول باللي لحد الآن رح فيه كم شا من الجنالات قاعدين مع القايد صالح وقاعدين نياه خذاوا بريك خذاوا ثلاث سوايع ولا في فترة معينة نظر من ثلاثة ونصفة ما فوق وعادوا لأنهم شعروا بالرعب وجوههم مقبوضة المعلومات اللي غصلتني من عند الحرار بالمناسبة هنا أحيي حرار المخابرات في الجهتين العسكرية والمدنية وحيي حرار لرنسوني مونجينيرو تعالى فوليس وحيي حرار الدرك لداخل مخابرات الدرك أيضا حياكم الله جميعا تصني رسائلكم وتصني أخباركم صحيحا لا أرض عليكم جميعا لكن كثير ما أقرأ تلك الأخبار وأستفيد منها لفهم ما يجري فحياكم الله أنتم أحرار الجزائر ويوم ما يعرفكم الجزائرين واحد واحد بإذن الله حافظوا فقط عن رسائل تبعثوها لي قلت في اجتماع أنت على الجنيرالات نهار كامل اليوم دعوهم أنه ساعتين ولا ثلاثة بريك وراهم بالحديد في ضغوط رهيبة على القايد الصالح الحد الآن اللي راه متردد على وقف العهدى الخامسة والقايد الصالح واثنين معه لكن المجموعة اللي راههم وهم في حدود تقريبا 14 شخص الأغلبية الغالي بقى 34 تقريبا الحاضرين من الجنيرالات وهم كبار الجنيرالات وكبار المساعدين تاو قالوا لهم يقولون من لعبوش بالدولة بمعنى من لعبوش بمناصبنا بالسلطة أنه فيه واضح أنه فيه رفض مطلق للعهدى الخامسة وأنه بودفلقة منتهي لازم نجيبوله المادة 102 من هنا اليوم لاثنين تبان إذا كانوا راح يطبقوا المادة 102 ولا ما يطبقوهاش لكن على الأرجح أنها ستطبق ما هي المادة 102؟ لمن لا يعرفها هي المادة في الدستور هي المادة في الدستور اللي تقول بأن الشخص اللي لما الرئيس يمرض يتطبق يشوفو يثبت المجز الدستوري مرضو ويوقفوه فهم راح يطبقوا هذا بطبيعة الحال بودفليقة وخاوتو غادروا اليوم كالمفروض قالوا بلحن غادروا لحد سمعت البارح أنه غادروا في المساء لأخبار اللي تأكدت لي أنه غادروا اليوم الصبح سواء تغادروا أمس مساء أو اليوم الصبح غادر بودفليقة عبدالعزيز وناصر والسعيد وحورية على الأرجح السعيد سيعود إذا ما عاشت العشية ويحاول يظهر غدوة بليره موجود غدوة تشوفه في مكان ينبام بليره موجود يعني لأن السعيد بالنسبة له الآن العبارة هي خطيرة جدا لأنه ربما قيد صالح والمجموعة اللي معاه خاصة أن هناك ضغوطات حتى من الجناح اللي سقط جناح التوفيق وجناح الأجنحة تعلجنات الخمسة تعلق الكوكايين تعلق الصيف وكلهم يقولون بليرها أمورنا في اللعب الدولة في اللعب معناها مصالحهم رؤوسهم في اللعب اليوم ما حدث مرعب بالنسبة إليهم خطير بالنسبة إليهم اليوم ما حدث شيء غير مسبوق لم يسبق للجزائريين أن تحدثوا بهذه أو تحركوا بهذه القوة أستطيع أن أقول ربما من أيام الاستقلال لأن حتى في 92 أو في 88 88 للأسف كانت طبعا حولوها إلى شغب وكانت طبعا انتفاضة رائعة لكن لما تحولت إلى شغب كان بعض الأماكن ما رح تلومش توقفت لكن اليوم كانت سلمية وتحركت في كل الجزائر من إليزي إلى نعمة إلى عنابة إلى وهران إلى تيزيوزو بجاية بويرة أدرار بشار لغوات الجلفة مسيلة تبسة باتنة خنشلة غريزان تلمسان حي الله أحرار تلمسان بالمناسبة هم كثير منهم مساكين لأن الناس اللي ما يعرفوش يعتقدوا كأن مدينة تلمسان هي اللي تحكم في الحقيقة المدينة تلمسان رحي بعض القرى وحتى أولاك القرى مسير داو وهذوك إلى آخر رحهم خطيهم يعني رح العصابات فقط تنسب إلى تلك الأرض إذن ما تحرك نحونا هذا المساج لرافلبين ذاك الرد عليه لكن نحونا من فضلكم ما تحرك هو أحدث رعب حقيق طبعا خلات يخرج القذر ويحيى يقول بالله الدولة هي اللي سمحت بهذا هما مفهومهم هو أن الشعب هذا تحرك لأن الدولة سمحت له متى سمحت له الدولة يا مجرمين وأنتم تمنعون تمنعون تظاهر في العاصمة منذ جوان 2021 18 سنة الآن متى سمحت له يا مجرمين وأنتم كنتم داخلين في التخويف والترعيب والذباب الإلكتروني والمدخلية واتخال معكم حتى السفي أرسلان اللي يمشى مع السيسي ويظل يسب في الأحرارة في السجون مصر ومشى مع الجنرال المجرم اللي يقاتل مع إسرائيل يقتل في شعب وفي سيناء متى حتى الذباب السعودي الإلكتروني السعودي يمشى ودخل في تهجمات كبيرة عليها في التويتر متى سمحتم أنتم هذا فرض من الشعب الجزائري قهركم أول مرة الشعب الجزائري يقهركم قهر وبالسلمية إذن يا أوهيحيا يا كاذب لا تقول شيئا لا تقدر عليه تعال بالنبين أشياء اللي خرجت الناس تعرف ما هو هو تصروحك قبل أربع أيام أو خمس أيام باللي الشعب الجزائري فرحان وسعيد بالعودة الخامسة اليوم خرج الشعب الجزائري ليحط رأسك تحت الأرض معنويا لكن أنا متأكد يحطك تحت يدوسك بالأقدام أنا شخصيا لا أريد ذلك أنا أريد أنكم يحاكم القاضي العادل المستقل يحاكم أنت وكل سفا العصابة لكن أنا على يقين لو تستمروا هذه الاستفزازات وتوصلوا الشعب الجزائري إلى انتفاضة أعظم وأكبر سيبحثون عليكم كما قال القذافي زنقة زنقة دار دار إذن ما تزيش أصيك كينتك السفاء اللي معك سلال أنت هذا عمار غول بن يونس كل السفاء اللي دائرين بكم أوصيكم ما تزيش سفززوا الشعب الجزائري لكن كلما سفززيتوه كلما دفعتوه باش يذهب بعيدا فتوقف عن الكذب ياو يحيا وانت أيضا يا سلال توقف عن الكذب قال لك صحيح ما انتبهناش للشعب الجزائري بس حترك انتبوله رأى في مخطط الرئيس ينتبه للشعب الجزائري ياو خلي الرئيس هذا ينتبه الروح فقط خليه فقط يحرك ايديه أو يقول لنا السلام عليكم ولا يقول لنا السباح الخير ولا يقول لنا الزلف اللون خليه فقط يديرها ما زلتوا تكرروا تعاودوا تقولوا تحسبوا الشعب الجزائري معتوه ركب تخاطبوا الشعب الجزائري وكأنه انسان معتوه مخه هو تع سبع سنين ولا حتى الاطفال تع سبع سنين لو كل مرة تكذب عليه مرة زوج ثلاثة ربعة يقول لك ركب تكذب علي يا ورقم عايشين مع العالم مع الناس ورقم عايشين ورقم عايشين وش رقم تحسبوا الناس رايجوالك ما انتم ولا الشعب هذا مهما قلته عليه الشباب هذا مهما قلته عليه برغم التجهيل اللي دار بن بوزيد اللي حقت عليه بنت الحركي بن غبرير برغم كل هذا الشعب فاهم في عموم عنده كما يقول المثل بالفترة الشعب فاهم انكم تسرقوا فيه وتنهبوا فيه وان فضايحكم ما لأت الدنيا فضايح ابنائكم ما لأت الدنيا الاموال هربتوها وانهبتوها بلا حدود كثيرين لا يجدون ما يأكلون الناس متخرجة عمره 30 سنة 35 سنة او عمرها 30 سنة 35 سنة احيانا المهندس احيانا دكتور احيانا ماستر احيان الليسانس ما يلقى الشغل وابنائكم يبعثوا بمئات الالاف من اليوروات يذهبوا الى احيانا الى اماكن وان يصرفوا عن نوم فقط الفين اورو في الليلة اما على العبث وعلى الزهو وعلى الخبث وعلى الفسق توصل لعشرات الالاف توقفوا على الكذب الشعب خلاص فاق وبالك تديروا عملية ارهابية هنا ولا لهي والله بالك الشعب راه فاق راه لا تمن رأس تحكمت فيها ارهابي ولا بات قتلت فيها ارهابي الشعب فاق الشعب عارف باللي الاغلبية الغالبة من الارهاب اللي قام هو انتم فانصحكم ان لا تفعلوا انصحكم ان تسمعوا الشعب الجزائري احسن لكم لانكم بذبابكم اللي يتردوا الفتنة هنا الفتنة لهي امام عبد الحميد بن مباديس قال الفتنة هو الحاكم الجائر الحاكم الظالم هو الفتنة هو الفتنة وانتم حكام لستم فقط ظالمين انتم ظالمين وتافهين ورديئين ومفسدين ومع الخارج تتولوا كالكلاب كالكلاب وصلوا احيانا في اماكن معينة يعروكم وزير من وزرائكم عراوه في باريس وزير من وزرائكم هذا مدلسي اللي يولن بعد ذلك عراوه في امريكا يذهب في الزيارة الرسمية لامريكا ويعروه ما تحشموش لو كان كنت دولة عندكم النيف كان قطعت العلاقات دبلوماسية لكن كيف تقطع العلاقات دبلوماسية اذا كانوا ما يدعموكم اذا كان ترامب هو اللي يفرض والتقدور على سوناتراك سفيه اخر قال لك والتقدور هذا قال لك فعلنا افضل مما فعلت امريكا وفرنسا في الخمسين سنة الاخير شوف شوف منين جايبين هم هذي الناس منين جايبين هم شعب جزائري راح فيه مش برك الاحرار فيه الاحرار فيه المثقفين والعلماء والفاهمين والمتاقين والفقهاء فيه من كل نوع لكنك مغطيت وليه فارحت تختار افسد الفاسد من الجزائر تعطعون المناصب اعلى المناصب كلما كنت فاسدا كلما كنت مرتشيا كلما كنت فاجرا كلما اعطوك منصب عالي هذه هي دولة العصابة دولة الكوكايين ثم فضحكم الله في الصيف الفيت بعملة الكوكايين كنتوا تقولوا باللي المغرب راي دخلوا منه الحشيش اه يدخل من الحشيش من المغرب انتوما جبتوا الكوكايين الكوكايين ولت الجزائر تعرف بدولة الكوكايين نظام الكوكايين اين ذاهبون اين ذاهبون اخواني كما قلت هذه جولة ومع الارجح الان سيطيحون بالمحنق وقد لا يعود ابدا من جنيف لانه لانه ما بنسبة ليهم حماية النظام الان لكن احذروا ثم احذروا ثم احذروا المشكلة ليست العهدة الخامسة العهدة الخامسة هي مظهر هي العارض تاع المرض هي المشكلة هي مثلا وجعك راسك لازم تبحث عليش وجعك راسك جاتك الحمى لازم تعرف عليها جاتك الحمى ميش الحمى هي المشكلة في حد ذاتها هناك مشكلة في الجسد متاعك اذا العهدة الخامسة فضحتهم امام الله ولذلك انا قلت لكم المرة الماضية لما اعلنوا عن العهدة الخامسة في اليوم او بقى يوم او يومين بعدها قلت لكم انا فرحان انا سعيد لان هذا سيدفع كل الجزائريين الى النظر بالله هذه العصابة ستبعيد الان خلاص خلاص ما بقاش فيها حل معاكم خلاص سيفزازكم تجاوز كل الحدود اهانتكم تجاوزت كل الحدود درتونا مسخرة يا يا بني مجرمين يا امام العالم اجمع قنوات فرنسية قنوات امريكية قنوات انجليزية جرائد تضحك علينا تضحك علينا جزائري كان ممكن تكون قارة وهي قارة فعلا كان ممكن تكون قوية رظيمة تستطيع ان تكون مؤثرة في العالم اصبحت امارات صغيرة قطر تعبث بكم الامارات تعبث بكم الامارات اعطيتو لها الميناء واللياك شفتوا اخوان هل هناك تغطية من الجزيرة وكان الجزيرة في المريخ ربما جابوا اشياء هكذا على السريع لما شافوا اليوم بعد العصر الامور تحركت شيئة بسيطة انا شخصيا لا احبذ ان تدخل الجزيرة على الخط شخصيا شعب الجزائري في 88 لما انتفت ضد العصابات لم يكن يحتل الجزيرة ولم تكن الجزيرة اصلا موجودة واليوم الحمد لله هو ينتفض ولا قناة اعلامية واحدة اجنبية مشت معها ولا داخلية ولا واحدة قلت على استثناء قناة المغاربية اللي هي الجزائريين يحاولوا ومعاهم بعض اخوانا المغاربيين يحاولوا قدر الامكان بامكانياتهم الضعيفة اذا اذا اخواني قد ينحوا بوتفليقة وينحوا العهدى الخامسة ويجيبوا واحد من رجال العصابة انتهم شوفوا اي واحد اشتغل معهم رتبة وزير فما فوق بعد 92 ما تقبلوش اي واحد اي ان كان اشتغل معهم في رتبة عالية بعد 92 بعد الانقلاب وبقي معهم ما تقبلوش يلو كان يقول لكم بللي هذا عمر من الخطاء هاو عاود ولا من جديد وتجسد فيه هذا المبدأ اللي تنتقلوا منه باش ما تخدعوش ما نخدعش راه المثال المصر امامنا لما فاض وعرف العسكر جنيرالات الكومب ديفيد لما شافوا الشعب المصري خلاص راح يطيح يطيح النظام نحاو مبارك وعطاوا الانطباع بأن الثورة والانتفاضة المصرية انتسرت لكنها كانوا يخطوا باش يرجعوا بقوة وبالفعل سلموا الحكم سنع وبعدين كسروا الإخوان ورجعوا بأبشع مما كانوا اليوم السيسي ومن معه من جنيرال تأبشع مليون مرة من كان مبارك فبالك يحضر نفس السيناريو ولكي لا يحضر هذا السيناريو لا تقبلوا من العصابة أي واحد كان معهم 92 فمن فوق وحتى لقبل 92 إذا جاء واحد منهم لازم يكون لفترة مؤقتة لا تزيد عن سنتين تكون مرحلة انتقالية للقادم وإن يتسلم الأمر للشعب تقوم مجلس تأسيسي يؤسس لدستور جديد والدستور الجديد يؤسس لمؤسسات جديدة مبنية على ثوابتنا هويتنا وما وصل له العقل البشري نستفيد من كل تجارب الدنيا ضمن هويتنا الجماعية التي تحكمنا جميعا الأمر الثالث هو أنه هذه الانتخابات لن تكون على الأرجح ويغتنم إخواني اللي راهم يتحركوا ما زال في هذا الإطار تعالى الانتخابات أن ينشروا الوعي أكثر فأكثر هذا هو الأساس النقطة اللي حبيت ننهي بها ربما الخطاب وأعرف أن لديكم تساؤلات كثيرة وإن شاء الله ما زالتك لنا لقاءات وسأكون معكم لايف إذا كان سلفوا كوتيديان يعني إذا كان لازم سأكون معكم يوميا النقطة اللي أريد أن أختم بها استمروا في الحراك تعاونوا مع بعض تآلفوا مع بعض تآذروا مع بعض حسنوا أخلاقكم حسنوا سلوككم حسنوا كلماتكم ابتعدوا على الكلمات البذيئة أو الفاحشة تعاونوا مع بعضكم كجيران كإخوة فالدار خارج الدار لازم العقلية تتغير في إطار أننا نحن الشعب في مواجهة عصابة إذن تعالوا نتعاون نحن الشعب على البر والتقوى نتعاون على الخير نتعاون على كل شيء نعاون الفقراء نعاون المساكين نعاون المقعدين نعاون أصحاب الحاجيات الخاصة نعاون الناس الكبار نعاون هذا مهم جدا هذا الشعور أن ينمو هذا الوقت مهم جدا أن ينمو هذا الشعور كلما نمو هذا الشعور كلما تقوّت لحمة نتعنا نحن كنا جزيريين ماعنّاش خصومة بين الشمال والجنوب ماعنّاش خصومة بين الشرق والغرب ماعنّاش خصومة بين القبائل والعرب والشوية ماعنّاش عنا خصومة مع العصابات التي تنهبنا وتحجرنا وتقهرنا وتهيننا أمام العالم أجمع سأكون معكم في كل وقت أستمع إليكم أحاول أن أقرأ رسائلكم أرد على ما استطعت وخاصة في هذه اللقاءة المباشرة حياكم الله إخواني أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة